أتاح التفاوض بخصوص مهاجمه هداف الفريق حاليا نكمل التصريحات سريعا جدا أطالب الجماهير بدعم الفريق ومساندته خاصة وأن النادي سبق وحقق العديد من البطولات بنفس المجموعة الموجودة من اللاعبين دي رسالة مهمة فريرا مدرب يعاند ماشي بدماغه ولا يستمع لأي شخص دي رسالة مش مهمة قوي لم أتدخل في عمل فريرا ولم أتدخل في التشكيل يوجد لعبون ليسوا منضبطين داخل الفريق تم توقيع عقوبات على لعب الزمالك بعد الخسارة من الأهلي قد تكون دي مهمة معلومة مهمة جدا محمود الوينش سيعود خلال أسبوعين بعد تعافيه من إصابة الركبة طيب ده بخصوص نادي الزمالك المقبل على مواجهة غزل المحلة خلال أيام قليلة ويواجه فريقا حقق نتائج إيجابية في الجولة الماضية تعادل وفي الجولة السابقة لها انتصار وفي غزل المحلة مواجهة مش سهلة بكل تأكيد فكيف يعيد ترتيب البيت سريعا وفي وقت ضيق لإنقاذ موسم ابتعد عنه على مستوى الدوري لكنه لم ينتهي بعد وهذا ما أكده الأهلي أيضا في تصريحاته بالأمس أما الأهلي فحالة الفرحة واضحة ومستحقة ومستحقة انبارح الأهلي لعب على أخطاء الزمالك ونجح في أنه يوقع الزمالك في أخطاء خلال المباراة وبعد تغييرات فريرة استغلها أفضل استغلال وسجل ثلاثية كان ممكن تزيد في حالة يأس واضحة عند الزمالك لعبة الأهلي النهاردة من خلال الستوريز على انستجرام من خلال الاحتفالات من خلال البوس من خلال حتى تصريحات الجهاز الفني بالأمس للنادي الأهلي مستمرة ولكن اللي عجبني حقيقي في قصة الأهلي هو أن النهاردة وإحنا بنسأل اتقلنا أن احنا بنكسف المحاولات لضم المهاجم الانتصار الكبير على الزمالك وعودة كهرباء للمشاركة أيام كان لحد إمتى وتسجيله هدفين في مبارتين وصناعة هدفين وهو بيلعب في مركز المهاجم واحتمالات عودة بيرسيتاو قريبا للمشاركة ما عمتش الأهلي عن فكرة أن احنا محتاجين مهاجم الأهلي برضو متأخر لكن الظروف وتماسك الفريق هدأ الأجواء انتصار الأمس ما قالش الفريق مش هجيب لعيبة طب ماذا عن قصة المهاجم؟ واحد مليكة يبقى في الصورة يبقى الهدف الأول بالنسبة للنادي الأهلي لكن بخيار جديد وهو طب ناخدوا استعارة منكم يا بشكتاش بنية الشراء وندفع مقابل من الاستعارة دي وبعد كده نكون اتفقنا على قصة الفلوس فنبقى سمينا يعتبر قصتنا ويعتبر جربنا ويعتبر قدرنا نضم اللاعب رقم واحد في اختيارات الأهلي في المرحلة الحالية كولر على فكرة تواصل مع أمير توفيق مدير التعاقدات في نادي الأهلي وسألوا ايه آخر الأخبار الخاصة بالتفاوض لضم لاعب بشكتاش التركي اللي ضمه بنسنت أبو بكار وده زي ما احنا كنا قلنا من أيام واضحة ان دل الأهلي مستني علشان يعرف الموضوع هيوصل لفين وقد تقل طلبات فريق بشكتاش المادية وده اللي بيسعى الأهلي إلى عمله حالياً النهاردة انطلقت الجولة رقم خمستاشر من الدوري المصري الممتاز بمباراة بتضم بين طرفيها أحد أفضل الفرق هذا الموسم والكلام هنا على المقاولون العرب